تقرير رسمي نمو السكان في النمسا سيكون ممكنا فقط بفضل الهجرة خبر تاني بيقول دراسة تكشف أن أكثر من سلس النمساويين لا يريدون جارا مسلما وآخر خبر في المجموعة دي تقرير رسمي برضو بيقول 60% من اللاجئين ينتقلون إلى فينا بحثا عن المساعدات الاجتماعية الموضوع هو موضوع برضو إنساني بحث من جميع الاتجاهات في مخاطر بتقول أو الدراسة دي بتقول إن موضوع الزيادة السكانية مش هيتم غير عن طريق استقبال المهاجرين ده بيدل على عدم اهتمام النمساويين الأصليين بعملية زيادة الموليد هل ده برضو متعلق بموضوع العملية الاقتصادية ولا هي عملية اندماج المهاجرين هو اللي بيزود الموضوع ده بجانب كده موضوع اللاجئين اللي في فينا بتاع المساعدات الاجتماعية اللي أثار حزب الحرية ورئيسه نيب اللي قال هو ده لما المهاجرين بيسمعوا من سوريا وأفغانستان وأن العائلة ممكن بتحصل على 4600 يورو وهم عاديين بدون عمل أكيد هتكون النمسا ملقى لكثير من المهاجرين طب خلينا نبدأ الخبر من أول وماشي سيد الكريم هذا التقرير يا سلام من أجمل التقارير اللي فعليا أنا بقرأها على الأقل صراحة من خلال الثلاث سنوات الأخيرة تقرير رسمي نمو السكان في النمسا سيكون ممكن فقط بفضل الهجرة وتوقع أن ينمو عدد السكان حتى عام 2080 9.1 مليون إلى 10.2 مليون نسمة ومن دون المهاجرين سيكون العدد تقريبا 6.1 مليون يعني شايف سيد الكريم الحالة الديمغرافية الحالة التكوينية لهذه المجتمعات المجتمعات في النمسا الطريقة التي نشأت عليها الطريقة والزهنية التي يفكر بها السكان هنا صراحة بتقولك أنتو عم تنقرضوا حبيباتي أنتو عم تنقرضوا أنتو عم تتلاشوا أنتو عم تكونوا غير موجودين عنكن عنكن ثقافات معينة ما رح ننتقدها نحن نسمى بمقام ننتقد ثقافات معينة أدبيات أديولوجيات فلسفات معينة تربيات معينة مثلية هالأمور هذو هؤلاء حلو جميل جدا عيشوا مع نفسكم كما تقول مصري استمتعوا بكل حياتكم بكل الحضارة ولكن أنتو فعليا شعب عما ينقرض فبالتالي 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 أنتو ما بتنمو إلا بسبب الهجرة فهاي الدراسة بتوضح بقول لك حتى سيكون بدون الهجرة عدد سكان نمسا 6.9 مليون نسمة فبالتالي فبالتالي أنه بقول لك حتى معدل الخصوبة لكل فرد تقريبا أو لكل 1.3% 1.3 يعني حتى فعليا أقل أقل من نسبة الاستمرارية أو الاستدامة فسيدي الكريم سيدي الكريم هذه الأخبار هذه الدراسات وهذه التقارير توضح لنا شكل الوضع في النمسا كنت إلا الخبر نفسه اللي بيقلك دراسة تكشفة أكثر من سلسل النمساويين لا يريدون جارا نسليما أظهر تقرير جديد تطور اليمين بتطور في النمسا والذي أعده أرشيف المقاومة النمساوية دي أو فاو نتائج مثيرة لقلق حول مواقف السائدة في المجتمع وفقا للتقرير مواقف يمينية متطرفة كما هذا الدراسة عندنا أكثر من سلسل سكان يرفضون العيش بجانب مسلمين ليش لا يرفضوا يعيش بجانب مسلمين وعلى فكرة هني ما بقول لك احنا بجانب مسلمين هم يرفضون العيش بجانب مشرقيين هذا المشرقي إن كان مسلم ولا كان مسيحي ولا كان يهودي هؤلاء الثلاث فئات بسبب حالة الانغلاق بسبب حالة الجهل بسبب حالة عدم الانفتاح على الآخر ولكننا عم نحكي منه شوي يبدو أن يعملوا مظاهرة ويطالبوا مستشار الشعب وليش أعطيتنا وليش ما أعطيتنا وليش أخدنا وليش حكم كيكة وليش ما حكم يعني شاف الفكر الخطير سيد الكريم المنغلق المجتمعات المنغلقة هي مجتمعات خطرة بشكل يعني على نفسها على نفسها على نفسها وعلى غيرها وعلى المجتمعات المضيفة أو المجتمعات الموجودة فيها ما رح نقول للمضيفة لأنهم الأصيلين يعني على أساس تبتعليقك على موضوع أن اللاجئين بينتقلون لا لا خلينا خلينا واحدة واحدة هذا نقطة مهمة جدا فبالتالي رفض العيش أمام أمام هؤلاء الأشخاص الذين هم فعليا الذين هم فعليا يعملون ويبنون ويدفعون ضرائب ويساهمون في أمن المجتمع وفي فساء النمسا هم فعليا هم فعليا يرفضون العيش بجانبه على أي أساس ترفض العيش بجانبه طبعا أنا بيجي أنا كمان خلينا نحكي الموضوع بطريقة أخرى أنا كمان عندي كتير من القصص اللي بتتوارد على النمسا ميديا وإنفوغرات باتصالات شخصية خاصة على الجنسية النمساوية والأخ بيشتغل وبيضفع ضرائب وأبنائهم موجودين بالمدارس وزوجته بتشتغل أنا ما بقدر يعيش مع نمساوي متطرف متشدد بقالب خلقته بوشتي ليل النهار وأنا طالع ونازل على البناي ورايح وكذا بيتعامل بفوقية عليها ستتعامل بفوقية اليوم لا يوجد فوقية الفوقية اليوم يا سيد الكريم مرض بيجي بنفس الدراسة جبت لك بعض النمساويين أو النمساويين عفوا يرون أنفسهم على أنهم هم هم النخبة هم فوق المجتمع هم شعب الله المختار هم هم هاي الخرافات سيد الكريم هاي الخرافات اللي جاءت بها أديولوجيات معينة وثقافات معينة وفلسفات دينية معينة هذا فكر مريض هذا الفكر الذي أنتج أدولف هتلر هذا هو الفكر الذي أنتجه هذا الفكر الذي أنتج المحارق أنتج 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 الكراهية أنتج الإزدراء أنتج المجتمعات الوحادية طب لن أدولش برضو يمكن برضو بعض التصرفات الغريبة اللي بتصدر من اللاجين هي زي ما بقوله السيئة بتعم طبيعي 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 سيد الكريم أنا لا أدافع أنا لا دعنا أخبار أخرى أنا حنيجي على هالنقطة تحديدا طبيعي طبيعي بأي مجتمع كيش جيد وفي بذكر الأسبوع الماضي مع الأسف واحدة تركية واحدة قات لابنة الجنين والتانية قات لابنة عمره خمس سنين بسبب خرافات الشرف وخرافات المبعرف شو وهالخرافات هاي اللي بعيشوا عليها وكذا يعني فبالتالي سيد الكريم طبيعي يكون فيه دائما قصص وفيه شواذ وفيه حالات شهازة ولكن بشكل عام بشكل عام المجتمع المهاجر المجتمع المهاجر وشوف سيد الكريم وتحديدا الشرقي العربي المشرقي مشان ما حدي ما يجعل مننا هلأ أخوتنا الأكراد كمان المشرقي بشكل عام يعني مشان إذا كان بالثقافة العربية أو الكردية أو أي إثنيات أخرى هاي ثقافات بناءة وبنت حضارات وبنت أمم ولكن بسبب المشاكل الموجودة في الدول العربية هاجر الكثير منهم وساهموا الغرب بأصد وساهموا في بناء هذه الدول فبالتالي هذه المجتمعات مجتمعات بناءة عندما تحتوى بالشكل الصحيح يحترم ثقافتها تحترم أدبياتها حتما ستكون بناءة ومفيدة لهذه المجتمع للمجتمع ككل نعم أما النقطة الأخيرة دراسة تقرية 60% من اللاجئين ينتقلون إلى فيينا بحث عن المساعدات أطبعا بنتقلوا المساعدات الاجتماعية وليش عم تزعل وليش عم بطلولهم أن تنتقلوا بسبب المساعدات الاجتماعية شخص إجاء على النمسا وحصل على إقامة مؤقتة أو مؤقتة لمدة سنة وماق المقاطعات ما بتعطي مساعدات بشكل يقدر يعيش فيها يقدر يعيش فيها بكرامة طبعا عندما ينتقل على فيينا إذن في خلل بمنظومة بمنظومة توزيع اللاجئين أو طريقة توزيع المساعدات واللي هي فعليا حق لكل من هو موجود في النمسا إن كان لاجئ ولا مواطن أي حد يستفيد هذه الميزات فطبيعي اللاجئين يجوا على فيينا طبيعي وليش زعلانين يعني ودوموني كنيب ليش كتير مأهور حبيبي في عنكن مشكلة أنتو بالنظام الاتحادي على مستوى النمسا بتوزيع اللاجئين وتوزيع طريقة توزيع آلية توزيع المساعدات هذه اللي بتعمل لك هاي المشكلة والناس يجي على فيينا يكون فيه توافق على مستوى النمسا كاملا لتوزيع المساعدات الاجتماعية بعدل ووجود فرص عمل حقيقية ما احدى بن الله أعتقد يكون ده برضو من ضمن مهام الحكومة المقبلة نعم نعم